أزمة المياه في سوق ثلثة بولاية تلمسان توسعت رقعتها في الأوينة الأخيرة مما دفع بمدرية الريف الولاية إلى إطلاق مشروع تزويد المنطقة بهذه المادة الحيوية باستغلال مياه البحر المحطة تلك سوق ثلاثة طول سنة 2016 كان انخفض انتاجة المحطة من 1200 ألف متر مكعب انخفض إلى 30 ألف متر مكعب هذا الشيء خلقت ذبذب في تزويد المواطنين من مياه كان فيها التشاور بين السيد الوالي والسيد الوزير تعالى الموارد المائية وكان أعطتنا الاستشارة بأن ننطلق في الأشغال بصفة استعجالية المشروع بدأت ملامحه تتجلى على أرض الواقع والمسؤولين يعيدون السكان الذين بلغ عددهم من ربع مليون نسمة بقضاء صيف بلا عطش يتمنى سكان سوق ثلاثة في ولاية تلمسان لو تتجسدوا وعود مدرية الرأي لإخراجهم من كابوس لزامهم لسنوات طويلة لاسيما خلال شهر رمضان الذي سيحل خلال أسبع قليلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر